المسلسل الإسباني ويعد الموسم الأخير هو الموسم الذي سيكون الأكثر إثارة عن غيره وذلك بربط كل الأحجيات مع بعضها لتصل لذروتها الحقيقية فالمسلسل قد قامت شركة نيتفليكس بتحديد حلقاته والتي ستكون عشر حلقات وقد تم تصوير الموسم الأخير في كل من كوبنهاجن والدنمارك والبرتغال وإسبانيا كما تم الإعلان عن انضمام ثلاثة أعضاء جدد لتنضاف إلى كوكبة النجوم وهم ميجيل أنخيل سالفيستر وباتريك كاريات وخسيمان ويلسيدا وفي صدد ذلك صرح المؤلف والمنتج أليكس بينا أنه في ظل هذا النوع من الحروب التي تعتمد على الذكاء فإن المسلسل الأخير يحتاج إلى شخصيات تتمتع بالكاريزما والذكاء كمثل ألفارو مورتي الذي يؤدي دور الأستاذ ومن لم يتابع المواسم السابقة ويخشى حرق الأحداث فنقول لك أوقف الفيديو نيروب التي توفيت في الموسم الرابع تم إدراجها ليكون ظهورها في الموسم الخامس وقد تكون من خلال العودة بأحداث القصة إلى الماضي فلاشباك أو أحداث متكررة دعونا نقوم بتلخيص المواسم الأربعة فأحداث المسلسل تروي عن قصة رجل غامض يلقب بالبروفيسور والعقل المدبر الذي سعى للتخطيط لأكبر عملية سطو على بنك في التاريخ حيث خطط لسرقة مبلغ 2.4 ملايير يورو من دار سك العملة بالعاصمة الإسبانية مدريد ولأجل القيام بهذه العملية يقوم بجمع مجموعة من المجرمين المحترفين في إحدى البيوت القديمة بضواح مدريد وللحفاظ على السرية وضمان خصوصية الجميع يطلب البروفيسور من أفراد المجموعة أن يختار اسم مدينة ما كاسم لهم طوال مدة العملية فيقوم الجميع باختيار أسمائهم وهم برلين، توكيو، ريو، نيروبي، دينفر، موسكو، أوسلو، وهيلسينكي فيقوم البروفيسور بعزل الفريق لمدة خمسة أشهر بالمنزل حيث خلال تلك الفترة يقوم بشرح العملية لهم مرارا وتكرارا محاولا توقع كل السيناريوهات الممكنة بالإضافة للقيام بكل التدريبات اللازمة لضمان سير عملية الصارقة بسلاسة تامة بعد انقضاء مدة الخمسة أشهر وقدوم موعد العملية تقوم المجموعة بالسطو على دار سق العملة واحتجاز سبعة وستين رهينة وذلك كجزء من الخطة حيث يبقى البروفيسور في الخارج للإشراف على العملية والتفاوض مع السلطات الأمنية التي تقوم بمحاصرة المبنى غير قادرين على دخوله بسبب وجود الرهائن بينما تقوم المحققة راكيل موريلو بالإشراف على عملية التفاوض مع المجرمين أثناء ذلك تتعرف على صديق جديد في أحد المقاهي يدعى سلفادور يبدأ فريق المجرمين بعملية طبع النقود بمساعدة بعض الرهائن بينما يحاول أحد الرهائن وهو أرطور بالتخطيط للهروب بمساعدة سيكريتيرته وعشيقته مونيكا ولكن خطتهم تبوء بالفشل عندما يتم القبض على مونيكا وبحوزتها هاتف محمول يأمر برلين دينفر بقتل مونيكا ولكن دينفر يطلق النار عليها من دون قتلها حيث يساعدها على الاختباء ويعتني بها فيتم إطلاق النار على أرطورو من قبل الشرطة أثناء عملية المفاوضات مع الشرطة فيوافق فريق المجرمين على إدخال فريق طبي من قبل الشرطة لإجراء عملية جراحية لأرطورو لكن الشرطة تستغل الفرصة لإدخال كاميرا إلى داخل المبنى عن طريق إخفاء الكاميرا في نظارات مساعدها أنخل إلا أن المحققة راكيل لم تكن تدري أن البروفيسور أقرب مما تظن حيث يتم كشف خطتها فيتم التخلص من الكاميرا وإخفاء جهاز تنصت في نظارات أنخل في هذه الأثناء يتم الكشف عن هوية كل من ريو والطوكيو الحقيقية وذلك بسبب خطأ ارتكبه ريو كما يتم الكشف عن هوية برلين الحقيقية وبينما يحاول المجرمون كسب المزيد من الوقت عن طريق التفاوض مع الشرطة تقوم راكيل بكشف سر برلين الذي كان قد أخفاه عن البقية وهو أنه مصاب بمرض قاتل وسوف يموت بعد بضعة أشهر كشف راكيل عن سر برلين يؤدي إلى المزيد من التفرقة بين صفوف المجرمين كما تحاول راكيل إقناع ريو بالاستسلام وتسليم بقية المجرمين فتفقد المحققة راكيل ثقتها في مساعدها وصديقها أنخيل وتعفيه من مهامه فيما يتعلق بالقضية يخيب ظن أنخيل ويشعر باستياء شديد ويبدأ بشرب الكحول ولكن شربه للكحول لم يساعده حيث ينتهي به الأمر في غيبوبة في المشفى بعد حادث مروع في سيارته قبل الحادث بلحظات يتمكن أنخيل من اكتشاف هوية البروفيسور وذلك بسبب بعض البصمات التي عطر عليها في المصنع الذي يستخدمه البروفيسور كواجهة لغرفة عملياته فيقوم بالاتصال بهاتفها الأرضي حيث ترد أمها ويترك لها رسالة يشرح فيها من هو البروفيسور تحاول أم راكيل الاتصال بها لكن هاتفها كان خارج نطاق التغضية فتقوم بالاتصال بسلفادور وإخباره بالرسالة فيستنتج بذلك البروفيسور أن عليه أن يقتل أم راكيل ويتوجه إلى منزلها فورا وبعدما قام بوضع السم في القهوة يتراجع عن قراره ويقوم برمي الفنجان على الأرض تهرع أم راكيل لتنظيف الفوضى معتدرة من البروفيسور وعندها يستنتج أنها مصابة بمرض الزهايمر فيقوم بحذف الرسالة من الهاتف ويكتفي بالذلك في هذه الأثناء يخطط أرطورو للهروب مجددا إلا أنه ينصدم عندما يكتشف علاقة مونيكا بدينفر إلا أن خطة أرطورو للهرب تنجح فيقوم بتهريب 16 رهينة من الببناء ولكن أرطورو ليس بينهم في هذه الأثناء تعتر الشرطة على المنزل الذي تم استخدامه للتخطيط للعملية فتتجه راكيل إلى المنزل في ضواحي مدريد إلا أنها تقوم باستحاب سلفادور معها لينتهي الموسم الأول بفريق من الشرطة داخل المنزل المهجور محاولين العطور على أي أذلة في الموسم الثاني يبدأ فريق الشرطة بالبحث في المنزل المهجور حيث يتم العطور على الكثير من الأدلة التي قام البروفيسور بتركها عمدا فيتم استدعاء زوج راكيل السابق ألبيرتو من أجل القيام بفحص الطب الشرعي فيعتر ألبيرتو على أحد الأدلة المفيدة في المدفأة إلا أنه يحتاج للذهاب للمختبر ليكشف عن هذا الدليل فيطلب سلفادور الذهاب إلى مدريد مع ألبيرتو وفي طريقهم إلى مدريد يتعمد سلفادور افتعال شجار مع ألبيرتو ويفقده وعيه لفترة قصيرة ولكن كافية ليتخلص من الدليل عند استيقاظ ألبيرتو يقوم بالقبض على سلفادور ويسوقه إلى السجن وفي السجن يستخدم سلفادور الحمام ليضرب نفسه ويتظاهر أن ألبيرتو قد قام بضربه ومن ثم يتصل براكيل التي تساعده على الخروج من السجن في هذه الأثناء يبدأ المجرمون في داخل المبنى بفقدان الأمل بعدما فقدوا التواصل مع البروفيسور لعدة ساعات فتحاول طوكيو التمرد على بيرلين إلا أنه يقوم بتقييدها إلى إحدى الطاولات ورميها خارج المبنى لتقوم الشرطة بالقوض عليها تصرف بيرلين يتير غضب باقي المجرمين وعلى رأسهم ريو بعد شجار مع بيرلين ينضم ريو إلى الرهائن ويبدأ بالتخطيط لعملية هروب أخرى مع أرطور الذي لا يمل مع عودة البروفيسور للتواصل مع المجرمين في الداخل يقوم بوعد ريو أنه سيطلق صراحة طوكيو من الشرطة وبذلك يعود ريول ينضم إلى المجرمين ويكشف عن خطة أرطور الجديدة للهرب تقوم راكيل بنصب فخل للبروفيسور عن طريق التظاهر بأن مساعدها أنخيل قد استفاق من غيبوبته في محاولة منها لجر البروفيسور إلى المشفى لقتل أنخيل قبل أن يقوم بالكشف عن هوية البروفيسور الحقيقية وللتأكد من صحة المعلومة يقوم البروفيسور الذكي بتوظيف مجموعة كبيرة من المهرجين وإرسالهم إلى المستشفى ومن ثم يتنكر كأحد المهرجين ويدخل المستشفى متنقرا ليكشف عن الكذبة لاحقا في نفس اليوم تلتقي راكيل بسلفادور في أحد المقاهي وتلاحظ وجود شعرة برتقالية اللون على معطفه لتستنتج أخيرا أنه البروفيسور الذي يتنكر في اسم سلفادور وتستم أنه كان يتلاعب بها طوال هذه المدة فتقوم راكيل بالقبض على البروفيسور وتسوقه إلى المنزل المهشور في ضواحي مدريد فتقوم بمواجهته يعترف سلفادور أنه البروفيسور ولكن في نفس الوقت يعترف أنه قد وقع في حب راكيل وأنه لم يكن يتلاعب بها فتقوم راكيل بربط البروفيسور إلى جهاز كشف الكذب لتستنتج أنه صادق يحاول البروفيسور الهرب معتذرا من راكيل والتي بدورها لا تقوى على إطلاق النار عليه خلال عملية نقل توكيو إلى السجن يقوم مجموعة من الرجال باعتراض حافلة الاحتجاز وإطلاق سراحها فتستخدم توكيو دراجة نارية للهروب من الشرطة تقود توكيو دراجتها في طريقها إلى دار سك العملة متفادية رصاص الشرطة بينما يقوم موسكو بفتح باب المبنى لها خلال عملية دخول توكيو للمبنى يصاب موسكو بإحدى رصاصات الشرطة ويدخل في وضع حرج إلا أن الشرطة ترفض إرسال فريق طبي لمساعدته فيقوم مجموعة من المحققين بمواجهة راكيل بعد تعرفهم على هوية البروفيسور فيتم إحفاؤها من القضية وسحب كل من شارتها وسلاحها متهمينها بالتعاون مع البروفيسور بعد اكتشافهم للاتصالات بين راكيل والبروفيسور رافضة الاستسلام تقوم راكيل بسرقة شارة أنخيل من المشفى ومتابعة التحقيق في القضية بمفردها محاولة العثور على البروفيسور مع بدء الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني كان قد مر على بدء عملية السطو أكثر من 125 ساعة تقرر الشرطة الهجوم على دار سك العملة بهدف تحرير الذهائن والقبض على المجرمين فيسارع الفريق للهرب عن طريق النفق الذي قاموا بحفره والذي يقود إلى المصنع الذي يستخدمه البروفيسور للاختباء إلا أن العملية لم تسري بحسب الخطة حيث توقع المجرمون أن يقضوا المزيد من الوقت داخل المبنى وبالتالي لم يتمكنوا من طبع كل المبلغ المخطط له وهو 2.4 مليار يورو إلا أنهم تمكنوا من طبع ما يقارب المليار يورو في هذه الأثناء تتمكن راكيل من العطور على مخبأ البروفيسور بعد أن قام أنخيل بالاتصال بها بعد استيقاظه من غيبوبته يقوم البروفيسور بإطلاق صراحها واثقا من أنها لن تقوم بإخبار الشرطة بسبب حبها له فتتجه راكيل إلى المستشفى لرؤية أنخيل وتخبره بأنها تعرف موقع المخبأ ولكنها لن تقوم بإخبار الشرطة وذلك لأنها ليست متأكدة من كون المجرمين على خطأ يتم القبض على راكيل واستجوابها إلى أنها ترفض الاعتراف بموقع البروفيسور حتى يتم توجيه العديد من التهم لها ومن ضمنهم فقدان حضاناتها لابنتها حيث تقوم بعضها بالاعتراف في هذه الأثناء تقوم الشرطة باقتحام دار سق العملة ويحاول بيرلين محاربتهم عن طريق إطلاق النار عليهم على الرغم من دعوات البروفيسور له بالهرب إلا أنه أصر على القتال حتى يصاب بعدة طلقات نارية فيفارق الحياة بسبب تضحية بيرلين ينجح المجرمون بالهرب برفقة مونيكا التي قررت البقاء مع دينفر فقد الفريق في هذه العملية كل من أوسلو وموسكو وبرلين بعد مرور عام كامل على عملية السطو على دار سق العملة في مدريد نرى أن راكيل قد قامت بالاستقالة من الشرطة والتي بدورها لم تتمكن من العطور على المجرمين حتى الآن فنشاهد راكيل تنظر إلى بعض البطاقات البريدية التي قام البروفيسور بتقديمها لها في وقت سابق لتستنتج وجود بعض الأرقام التي إذا ما جمعت سويا تشكل إحداثيات لمقاطعة بلوان في الفيليبين فتسافر راكيل إلى الفيليبين لتعثر أخيرا على البروفيسور أما المرسم الثالث فيقدم لنا العصابة بعد اجتماعهم من جديد للقيام بعملية سرقة جديدة أضخم من العملية الأولى حيث يقرر البروفيسور أن يقوم بالسطو على البنك المركزي الإسباني وسرقة ما يقارب 90 طن من الذهب الصافي وذلك عن طريق تحويل الذهب إلى حبيبات صغيرة في نفس الوقت ترغب العصابة باستعادة ريو من السلطات الإسبانية حيث تم القبض عليه ويجري تعذيبه لعله يفسح عن مكان البروفيسور وباقي العصابة يتم تقديم المسلسل لنا على شكل ثلاثة خطوط زمنية تجري أحداث الخط الزمني الأول قبل ثلاثة سنوات من عملية السطو على البنك المركزي الإسباني فتقتصر شخصيات هذا الخط الزمني على البروفيسور وأخيه برلين بالإضافة إلى صديق برلين المقرب باليرمو كما أننا نتعرف على تاتيانا صديقة برلين وحبيبته حيث قام بإخبارها عن خطته لسرقة البنك المركزي الإسباني من المتوقع أن نراها في الموسم الخامس حيث أنها تملك معلومات قد تسمح للشرطة بالقبض على العصابة بأكملها أو أنها ستقوم بمساعدة العصابة على الهرب حيث أنها لصة محترفة كما قال برلين بتقديمها لشقيقه تجري أحداث الخط الزمني الثاني قبل ثلاثة أسابيع من العملية مع العصابة القديمة بالإضافة إلى الأعضاء الجدد بالإضافة إلى حيوان مارسيليا الأليف حيث يقوم البروفيسور بشرح الخطة للعصابة بشكل مفصل كما في الموسم الأول من المسلسل يتم إطلاع المشاهدين على الخطة بالتدريج خلال العملية أما الخط الزمني الثالث والأخير فهو الحاضر حيث تقوم العصابة باستطوى على البنك المركزي الإسباني بطريقة ذكية فيبدأ الموسم بإلقاء القبض على ريو من قبل السلطات في دولة باناما ومن ثم تقوم توكيو بالتواصل مع البروفيسور فتجتمع العصابة من جديد ويقررون سرقة البنك المركزي بهدف استعادة ريو بعد خلق حالة من الفوضى في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد عن طريق رمي الملايين من اليوروهات في شارع من المنطط تقوم العصابة بدخول البنك والسيطرة على العناصر الأمنية والاحتفاظ بالرهائن تماما كما حصل في دار سك العملة في الموسم الأول في الوقت نفسه كان البروفيسور مع المحققة راكيل التي أصبحت عضوة جديدة بالعصابة وتدعى لشبونة في حافلة متنقلة هاربا من الشرطة يتواصلون مع العصابة في داخل البنك ويناقشون شروط إطلاق سراح ريو مع المحققة القاسية أليسيا بسبب بعدم وجود الوقت الكافي للتحضير لهذه العملية الضخمة كانت خطة البروفيسور للاختباء من الشرطة هي تسلق الأشجار في إحدى الغابات إلا أن عدة التسلق الخاصة بالشبونة قد تعطلت مما اضطرها للهرب من الغابة والاختباء في قن للدجاج في أحد المزارع وخلال حديثها مع البروفيسور المختبئ فوق أحد الأشجار في الغابة يحترف البروفيسور بحبه لها أخيرا عن طريق الراديو حيث يقول أنا آسف يا راكل أنا حقا آسف ألقي نظرة علي أنا كبير في العمر وأنت أول حب لي لا أعرف كيف أقوم بهذه الأشياء لا أعرف كيف أتكلم كل ما أعرف هو أنني أريدك في حياتي لقد حافظت على كل ما تعلمته منك يا راكل كل شيء أفضل بسبب وجودك في حياتي لأنني أحبك بعد انتهاءها من الحديث مع البروفيسور يتم اكتشاف مخبأ الشبونة من قبل أصحاب المزرعة وهما مزارح وزوجته بعد فشلها في تهديدهم تحاول الشبونة استخدام مهارات المفاوضة الخاصة بها لإقناع المزارعين بعدم فضح مكانها حيث تعرض عليهم مبلغ 20 مليون يورو مقابل عدم إخبار الشرطة بوجودها في المزرعة وهو ضعف المبلغ المعروض من قبل الشرطة في هذه الأثناء يقوم البروفيسور بالاتصال بباليرمو ويخبره بأن يبدأ خطة الكاتراس حيث تتظاهر العصابة أمام الشرطة بالهرب من البنك وذلك عن طريق وضع شريحة تحديد الموقع على حيوان مارسيليا الأليف سوفيا فتقع قوات الشرطة في الفخ وتهرع لإلقاء القبض على المجرمين الهاربين إلى أن يستنتجوا أنهم كانوا في عمالية مطاردة لقارض صغير على الرغم من نجاح خطة الكاتراس وتشديد انتباه الشرطة لبعض الوقت ترى أليسيا الخطة كونها محاولة بائسة من البروفيسور لصرف انتباه الشرطة عما يحصل حقا وتقرر مهاجمة العصابة في الداخل عن طريق استهداف أحد أهم أعضاء العصابة نيروبي تقوم أليسيا باستخدام السجل الإجرامي الخاص بنيروبي للتعرف على ابنها واستخدامه ضدها نرى أليسيا متجهة إلى بوابة البنك وبرفقتها دمية دب أزرق فتقوم بوضع الدب أمام البوابة في إشارة للفت انتباه نيروبي أنها كانت تستخدم هذا الدب الأزرق لإخفاء المخدرات وبيعها مستخدمة ابنها كغطاء لها بعد الحديث مع نيروبي وإخبارها أن ابنها موجود مع الشرطة تعيد أليسيا نيروبي أن تسمح لها برؤية ابنها أكسل من نافذة البنك وتخرج هي وأكسل إلى أمام البنك إلا أن ما لم تعرفه نيروبي هو أن أليسيا قررت حينها أن تقتلها لحظة ظهورها من النافذة وذلك عن طريق أمر أحد القناصين المتوزعين حول البنك بعد إطلاق النار على نيروبي تهرع العصابة لمساعدتها حيث تمت إصابتها في صدرها التي كانت تبدو رصاصة مميتة لكن الشرطة تقوم باستخدام ذلك كفرصة لمهاجمة البنك باستخدام سيارة مدرعة في هذه الأثناء نعود إلى الإشبونة حيث ما زالت تحاول مفاوضة المزارعين ولكن الشرطة تصل إلى المزرعة بشكل مفاجئ فتخرج الزوجة من المزرعة في حالة هلع وهي تصرخ أن الإشبونة في الداخل وهي تتكلم مع البروفيسور فنشاهد البروفيسور وهو يستمع إلى كابتن الشرطة سواريز وهو يلقي القبض على زميلته السابقة راكيل فيطلب البروفيسور من الإشبونة أن تخبر الشرطة بأنه قادم باتجاهها إلا أنها ترفض الإفصاح عن مكان البروفيسور للشرطة فيستمع البروفيسور لإطلاق النار عبر الراديو فيصاب بحالة من الصدمة مصدقا أن سواريز قد قام بقتل الإشبونة بعد لحظات من الصدمة يتكلم مع باليرمو عبر الراديو وبكسر إحدى قواعده الأساسية وهي عدم قتل أي شخص فيقول البروفيسور لباليرمو هذه ليست عملية سرقة أو تحدي للنظام هذه حرب تصرف بناء على ذلك فيقوم باليرمو باعتبار ما قاله البروفيسور على أنه إذن لقتال الشرطة خاصة وأن هناك سيارة مدرعة في طريقها إلى البنك يقوم بأمر ريو وطوكيو بإطلاق قذيفة RPG على سيارة المدرعة مما يؤدي إلى تفجيرها بالكامل وإيقاف هجمة الشرطة بعد مشاهدة هذا المشهد نعلم كمشاهدين أن البروفيسور كان قد وقع ضحية لإحدى خداعه وهي لا تصدق أذنيك قام سواريس بالتظاهر بقتل لشبونة وذلك اتباعا لأوامر أليسيا وبدلا من قتل لشبونة قام بإلقاء القبض عليها فتقول طوكيو التي تقوم برواية أحداث المسلسل علينا هذه هي الورقة التي قامت أليسيا بلعبها لتدميرنا وبعدها كانت الحرب وقد كانت كل من إصابة نيروبي والحرب الباردة بين باليرمو وطوكيو حول القيادة وهروب البروفيسور المتواجد في الغابة من الشرطة وكلابها جعلت الإطارة تصل لذروتها وقد قامت طوكيو بإجراء العملية على نيروبي واستئصال جزء من رئتها رغم عدم خبرتها في مجال الطب فقط بعض دروس علمهم لها البروفيسور في فصوله والاستعانة ببعض الأخصائيين عبر الأقمار الصناعية لعله يتم توجيهها بشكل صحيح غير أن الشرطة قامت بالتشويش على الاتصال ورغم هذا فإن العملية تمت بنجاح لينتشر جو من الفرح والتفاؤل بعدما قامت نيروبي بفتح عيونها مجددا وبعد مناوشات قيادية بين باليرمو وطوكيو يخسر باليرمو الحرب ويقرر الخروج من السرقة ومن البنك الإسباني لتوقفه توكيو وتقوم بسجنه بجانب رئيس الأمن لمحافظة بنك إسبانيا غانديا هذا الأخير جعلهم في خوف بعد أن تحرر من الأصفاد التي كانت توقيه كراهينة بعد مساعدة باليرمو له وذلك بإخباره أنه يتوجب عليه كسر إبهامه ليتسنى له التحرر من الأصفاد فيحرر نفسه ويبدأ بملاحقة الجميع بعدما أنترد ذاريو في قتله حيث هذا الأخير يعاني بالطراب ما بعد الصدمة التي تعرض لها جراء تعذيبه في الجزائر من قبل المحققة أليسيا التي تترأس قضية السرقة في بنك إسبانيا وبعد محاولة فاشلة من غانديا في قتل هيلسينكي ونيروبي يأخذ توكيو كراهينة ويحتجزها بغرفة آمنة لا يعرفها الآخرون يعرفها فقط غانديا فيقوم بإعلام الكولونيل طامايو أنه قد تحرر أنه مستحد للعمل معهم من الداخل وتنفيذ أوامرهم لكن الكولونيل يقول له أنهم الآن في هدنة ولا يمكنه أن يأمره بإخلالها بشكل رسمي لكن بشكل غير رسمي له كامل الحرية في قتل الجميع وسيتم احتساب مقتلهم كقضية دفاع عن النفس هنا يخرج غانديا مباشرة ليضيق أبطالنا طعم الجحيم حيث أنهم جميعهم هاجموه في لحظة واحدة ولم يتمكنوا منه وبدم بارد قام غانديا بتوجيه رصاصة قاتلة في وسط جبين نيروبي فقد كان مصمما على قتلها وفشل مرتان لكن الثالثة كانت تابتة بعد موت نيروبي بسبب باليرمو الذي ساعده في الهرب نعم ساعده في التحرر لكنه لم يكن أبدا في صفه فهو الآخر يحارب مع الآخرين ضد غانديا يحاول أرتوريتو التحرش برهينة معه بعدما قام بتخديرها ليتم من بعد كشفه ووضعه في موقف لا يحسد عليه من قبل باقي الرهائن أما المحققة راكيل أو لشبونة التي تم القبض عليها فيتم التحقيق معها من قبل المحققة أليسيا وإعطاؤها مجموعة عروض من أجل البوح بمعلوماتها لكنها ترفض تماما حتى تقوم أليسيا بالإلحاح عليها فتكون على وشك خيانة البروفيسور بعدما عطرت أليسيا على نقطة ضعفها وهي عثورها على أمي وابنة راكيل فيتدخل البروفيسور بخطة باريس الموضوعة خصيصا لإنقاذ من تم إمساكه من طرف الشرطة وذلك بعدما رأت الساعة التي تشير إلى أن الخطة لازلت تحت السيطرة ولم يستسلم البروفيسور خاصة بعدما علم أنها لازلت حية وبطريقة ذاكية وتماطل من راكيل في المحكمة بعدما أقرت على الاعتراف بشكل مفصل عن السرقة وتلك هي خطة من صنع البروفيسور لأجل أن يقوموا بصنع غرفة تمكنهم من استعادة لشبونة فيتم تهريب لشبونة من المحكمة ثم من المحكمة إلى بنك إسبانيا عن طريق طائرة هليكوبتر عسكرية في مشهد جد حماسي وملئ بالإثارة كل هذا يحدث مع تغلب أفطالنا أخيرا على غانديا وإمساكه حيا من أجل نجاح خطة فاريس التي كانت من الضروري تواجد غانديا بها لتعود لشبونة إلى أحضان العصابة غير أن أليسيا تمكنت من دخول مخبأ البروفيسور بدون أن يلاحظ هذا لتقوم في نهاية الموسم بتشهير المسدس في وجهه ليطلق المسلسل ككل نهاية لموسم له الكثير من التساؤلات فالتحدي الأكبر الذي يواجه العصابة هو أن البروفيسور تم القبض عليه متلبسا الآن بمسدس وفي انتظار صدور الموسم الخامس والذي قيل عن أنه الأخير رغم أنه بدأت تنطرق بعض الإشاعات مفادها أنه قد يكون موسم سادس لكن دعونا نلقي إليكم بعض النظريات التي يعتقدها المعجبون بهذا المسلسل الإسباني فكلنا رأينا أن آخر مشهد من الحلقة الأخيرة يضعنا أمام الكثير من التكاهنات والنظريات التي توحي أن البروفيسور العقل المذبر لهذه الصرقة لن يتم القبض عليه من طرف الشرطية الفارة من العدالة أليسيا ورجح الأغلبية أنه أليسيا بسبب ما تعرضت له فلم يعود القانون في صفها بسبب أنها قامت بتحميل المسئولية الكاملة لرؤسائها وحكامها متفادية اقتراح تمايو بالتضحية من أجل سلامة الجميع هنا قد يستغل البروفيسور الوضع ويحاول أن يقنعها بأنها حتى لو قامت بالقبض عليه فإنها الخاسر الأكبر نظرا لأن البلد بأكمله ضدها وكذلك الطفل سيعاني في حالة ما زج بها في السجن بل وذهب البعض الآخر متناسيا كلما أقدمت عليه من تعذيب الليريو وأمرها لقناص برمي نيروبي بالرصاص ومحاولة ما أمكن إفشار مخططات البروفيسور إلى أنها تاتيانا زوجة بيرلين رغم اختلاف أوجه الشبه بينهما ورغم معرفة راكيل بزوج أليسيا قبل أن تلتحق بصوفه في العصابة أما الآخرين فرجحوا أن مخاض الولادة سيدركها أثناء محاولتها للقبض على البروفيسور مما يحول بينها وبين الإمساك به ونظرا إلى أن المنتج أليكس بينا الذي لا يدخر جهدا في القضاء على أبطال هذه السلسلة تباع عنه فقد أصبح المعجبون بهذه السلسلة يتوقعون السيناريوهات الأسوأ فقد أشار بعضهم إلى أن المنتج قد قام بالتلميح آنفا لأولئك الذين سيتعرضون للموت ففي إحدى المشاهد بعد وفاة نايروبي ظهرت بإحدى الحضائق مع كل من بيرلين وأوسلو وموسكو وليس هذا فقط بل ظهر كل من البروفيسور ودينفر مما جعلهم يرجحون بأن دينفر والبروفيسور ستضق ساعتهم أخيرا في الموسم الأخير وذهب البعض الآخر إلى أنه عند لعبهم بأقمصة مختلفة قاموا بترشيح أن أصحاب الأقمصة السوداء هي من ستموت من باليرمو إلى مارسيليا مرورا ببوغوتا وذلك اعتمادا على رؤيتهم لنايروبي في كل المشهدين وذهب الآخرون إلى أن الجميع سيموتون ما عدا توكيو التي تحكي في السجن أو تحكي لابن نايروبي الذي ذعتهم أمه أن يخبروه من كانت نايروبي وفي ظل الكثير من الإشاعات هنا وهناك دعونا نلقي لكم بعضا من مخيلاتنا من خلال ربط آخر التسريبات من الصور فالموسم الأخير في اعتقادنا أنه سينقسم هذه المرة إلى ثلاثة قصص الأولى وهي الحاضر الذي فيه تمكن البروفيسور من الفرار من أليسيا التي لا ينفع معها شيء فهي لم تقبل رأي طمايو وما أدرك أن تتفهم البروفيسور فحسها بالعدالة رغم سوئها في طرق استخدامه لا يشق له غوبار فإما أن يقوم بحركة سريعة منه في لحظة محاولة وضعها الأصفاد عليه ويقوم بجعلها في حالة إغماء كما فعل بزوج راكل السابق ومخافة عليها قد يقوم بتبليغ الشرطة وإما يركض فلم تتمكن من إصابته في أماكن حساسة والأغلب قد يكون في قدمه للأسرة وهذا نسبة لبعض الدماء التي ظهرت في زيه الرسمي فمن خلال الصورة الثالية يظهر على أن ما تحمله أليسيا في بطنها سواء كان ذلك قطنا أم طفلا فلن يعود بالموسم الأخير وقد يكون هو هذا الذي على الصورة كما أنها بجانبها الشرطة مما يدل على أنها عادت لميدانها من جديد من دون قيود وربما ساهم أحد الكبار المسؤولين بعد شجاعتها في البوح بالحقيقة دون أن تتستر على أخطاء المسؤولين الكبار بأن أصبحت مرة أخرى تقود الشرطة للقبض على البروفيسور الذي أكد البعض في بعض المقاطع أنه كان يفر من الشرطة وهو يسوق سيارة شرطة أخرى من جريب آخر الاستخبارات تقوم بتكليف قوة خاصة للصعود للسطح للهجوم على العصابة بعدما أصبح غانديا الرجل الكوماندو حرا من جديد وهو يرتدي زيان عسكريا وفي اعتقادنا أن العصابة ستواجه مشاكل حتى وإن كانت راكيل بينهم التي تعلم كل خبايا الخطة من البروفيسور فهيلسينكي ودينفر والأشخاص الآخرين الذين يقبعون بأسفل البنك لأجل إذابة ما يمكن إذابته من الذهب يقررون الحرب ندا للند أمام القوات الخاصة التي يبدو أنها ستنال من هيلسينكي وبوغوتا وباليرمو فهو الآخر قد يضحي لأجل ستوكهولم فهو طليق يركض فارا من الشرطة النهاية حقا يرجح أن تكون مأساوية فيبدو أن هناك من تعرض للإصابة بالبنك وقد تطلب راكيل وطوكيو وستوكهولم العطيباء لكن لما ترفع ستوكهولم الراية البيضاء هل هو إعلان للاستسلام أم لوقف إطلاق النيران وخروج كل من راكيل وستوكولم وطوكيو بل وحتى أرطورو حفاة الأقدام يطالبون بحق ما بل وتقوم راكيل برفع الهاتف الذي كان يظهر عليه شاشة خضراء أو ما نطلق عليه الكرومة لأجل إظهار الفيديو بشكل أفضل للمشاهد ففي اعتقادنا أن القصة الثانية هي التي ستكون السبب في ظهور بعض الآمان للعصابة فقد يتم تهديدهم بأن الذهب قد يضيع إذا ما حاولوا أن يقوموا باعتقالهم مما سيجعل البلد في أزمة خانقة ففي القصة الثانية التي يبدو أنها ستحكي عن بيرلين وطاطانيا والبروفيسور التي ستظهر طاطانيا أخيرا في الماضي وكذلك العضو الجديد باتريك كرياضو وهم يسعون إلى سرقة شيء معين لأجل هدفهم الأزمة العملية الكبرى البنك فطاطانيا بحسب ما تم التقاطه من الصور يوضح أن دورها قد يكون مقتصرا على الماضي أي القصة التي سنخوض غمارها مع بيرلين ومارسيليا والبروفيسور وطاطانيا وكرياضو أما القصة الثالثة وهي التي ستأخذنا مع توكيو وحبيبها السابق ميجيل أنخيل سيلفستر الذي سيتعرض للموت في إحدى الصرقات مع توكيو وقد كانت توكيو بعد أن غادرت الجزيرة التي كانت تعيش فيها هي وريو بأن تعيش في ذلك الحي الذي يذكرها بمن كانت تحبه قبل أن يفارقهم الموت فهل سيخرج البروفيسور أخيرا من مخبأه كما قالت له توكيو أنت تختبئك الفئران وهل سيسعى للتضحية بنفسه لأجل الفريق وإنقاذهم وهل سيتم القبض عليه ويزج به في السجن ليكون المنقذ هذه المرة فريقه أم أن البروفيسور الذي يمثل رمزا للمقاومة سيتم إضرام النار عليه وهو يموت أمام البنك كمثل ما حدث قبل ثلاثين سنة مع أبيه ستبقى الإشاعات هكذا إلى أن يتم الإعلان عن صدور المسلسل الذي أعلنت عنه الشركة نيتفليكس إلى أنه سيكون هذا الموسم بعشر حلقات إلا أنه لحدود السادس عشر من شهر أبريل 2021 لا زال صدور المسلسل بشكل رسمي لم ينشر بعد بل ولا زال لحدود الساعة يتم تصوير مشاهد المسلسل بل ويرجح أنه قد يكون على شكلة المسلسل الفرنسي لوبين الذي تم تقسيم الموسم إلى نصفين وكذلك أنمي هجوم العمالقة وغيره من المسلسلات الشهيرة وهذا ما يفعله أغلب المنتجين بسبب ما يتعرض له العالم من هذا الفيروس فقد يكون النصف الأول في هذا الصيف والنصف الآخر مع مطلع السنة المقبلة فكيف ستكون نهاية بيت من ورق؟ انتصار اللصوص أم الشرطة؟ أغلب المعجبين يتمنون نجاة البروفيسور سيرجيو ماركينيا ورفاقه بدون خسائر لكن أليكس بينا يعيد بأن هذا الموسم سيكون الأكثر ملحمية بل وقاموا بالبحث كثيرا عن الطريقة الميتالية لتقسيم الفريق بشكل نهائي مع ترك فرصة للمستقبل البعيد بعودة سرقة جديدة بأسلوب إبداعي آخر المسلسل ككل لن نتحدث عن عيوبه بسبب أننا لا نملك أي توثيقة تتبت أحقية من نقد غير أنه كعرب وبسبب هذه المسلسلات تجعلنا نفكر مليا قبل خوضنا لمشاهدتها فكم من مسلسل أجنبيا لا يخلو من المشاهد ذات المحتوى السيء؟ ولذلك نريد أن نضع بين أيديكم هذا الموقع الذي على الأقل مالكه يقوم على قدر الإمكان بحذف المشاهد السيئة ويترك ملاحظات حول المسلسل ونتمنى أن تتخذ المواقع العربية حدوة لتقوم بحذف هذه المشاهد إلى هنا أن ننهي حلقتنا للمسلسل الأسباني بيت من ورق نتمنى أن لا تبخلوا علينا بترك أرائكم وماذا تتوقعون؟ هل النهاية ستكون إيجابية بفوز رفاق البروفيسور أم تحقيق العدالة؟ وإرسال رسائل مشفرة أنه حتى في الخيال لن ترى إلا العدالة وأي عدالة؟ كين دليلك نحو المشاهدة